مرقد النبي يونس أو ما تبقى منه في الجانب الشرقي لمدينة الموصل بصحبة القوات العراقية وصلت سكاينيوز عربية إلى هنا يومين من استعادة السيطرة على المكان وطرد تنظيم داعش منها قبل عامين ونصف العام وبعيد سيطرة التنظيم على الموصل قام عناصره بتفجير المرقد بالكامل وإحالته إلى ركام بدعوى أنه يحتوي على أوثان يجب تخليص المدينة منها نبش عناصر تنظيم المرقد وحطم ما تبقى منها كما أجبر أهالي الحي القريبين من المكان على الخروج من منازلهم فلجوا على أهالي قالوا أنهم طعوا من البيوت يا أبا شاكو قالوا أنهم فجل المرقد جواهم ما اسموا جماعتهم وياهم روسيين أما الدواعش روسيين وياهم وياهم فرنسيين وياهم شيشانيين كل شيء وياهم من جميع أنحاء البلاد جايوا وياهم فطلعوا هنا قالوا أنهم فجروا لوثان شنو هي لوثان محل ما يعرف نحن ما كان عندنا عقليتنا يعني بأنه هو بأصنام بهيش سوالف ما نعرف نحن واكفين هيش عن باوع قلنا بس يجلس المرقد ما تفجروا فما أشوى الجامع انهار كلتا الضمار يلف المكان من كل جانب ولم يسلم منه شيء ولم تقف آيات القرآن الكريم حائلا دون الإقدام على تفجيره أهل المدينة ممن هجروا مضطرين عادوا لرؤيتها لأول مرة بعد أكثر من عامين ليكون مرقد النبي يوسف أول مكان يقصدونه تعتصرهم غصة لما ألم بتاريخ مدينتهم ويعني أنتم شوفون هذا قبر النبي يوسف اللي هو خلفي ودمروه وفلشوه ويعني ما بس النبي يوسف النبي جرجيس يعني فأحنا كلنا نجمع وين نجي نجي على منطقة النبي يوسف ليش أولا هي كسياحة دينية ثانيا كسياحة أثارية ثالثا نشوف الناس اللي نحبهم ونجمع بيهم باي المنطقة وتعرف يعني النبي يوسف قدسية خاصة يعني النبي يوسف سلام الله عليه يعني فشي احنا نتأثر بي لأن الله انتقوا منهم داعش المرقد المضمر بالكامل سيحتاج إلى عملية كبرى لإعادة إعماره وحتى إن تم ذلك فإنه لن يحمي أثار الجريمة الكبرى التي نفذها داعش بحق هذا الصرح التاريخي والديني لمدينة الموصل